اجيها الجهة اللي وراها او الجهة اللي وراها ريد نقول ريد نثبت انه الاي نسويها بالاحمار دائما السؤال انا احب اسوي بالاحمار الاي في بي تقاطع من تقاطع الاي في سي اريد اثبته يعني هسا اللي مطلوب عندي اللي اريد اي في بي تقاطع السي ما عندي اي مشكلة جدا بسيط جدا بسيط هذا هنا عبارة عن شنوه عبارة عن مجموعة المجموعة منين متكونة متكونة من زوج مرتب لازم زوج مرتب لان عندي حاصل ضرب دي كارتي لان العنصر اللي راح افرضه لليسار لازم شي يكون عندي لازم يكون عندي زوج مرتب ايش راح ناخذ هنا راح نقللات ليكون الاي بي ينتمي لمن ينتمي للمجموعة الاولى اللي هي اي في بي تقاطع من اي في سي اذا بما انه عنصر ينتمي للتقاطع ايش راح نحصل راح نحصل انه الاي والبي ينتمي للمجموعة الاولى والاي والبي ينتمي المن للمجموعة الثانية اللي هي اي في سي تقاطع هذا عنصر ينتمي المن الى مجموعتين متقاطعتين اذا العنصر ينتمي الى الاولى ونفس العنصر المن ينتمي ينتمي الى المجموعة الثانية جاي من قلنا هذا العنصر ينتمي للاي في بي هنا شين معناها معناها الاي ينتمي للاي واه باوع لي البي المن ينتمي واه هاي هنا وهذا كذلك الاي ينتمي للاي والأي المن والبي المن ينتمي جيد هسا رجحن الأصل هن يعني هذا الآي ينتمي للأي و الآي ينتمي للأي و احنا أصلا مدخلين على اليمن مدخلين على و ثانية فالرجع على الأصله طلعه خلننقول خلننقول شون شغلة العامل المشترك يعني راح نقل له آي ينتمي للأي و هاي تنزل كلها انطلحها هاي تنزل كلها ابني وهي تنزل كلها من نا وهي تنزل النال فالت أنها باعتبار داخلها عليه هي أصلا أرجحها الأصل و لم يدخلها داخلها أصلا أرجحها اصلا باعت resto هايها هاي تنزل rav on بقى هاي و وبقى هاي بعث حتى تنزل الو sean turn وايو للايو اول مسiens رح ينتمي للبي جيد اول مسائل للايو للايو A ينتمي للـ A و B ينتمي للتقاطع رح يكون عندي A و B لمن ينتمي للـ A حاصل الضرب الـ D car T الـ B أفوا حاصل الضرب الـ D car T بـ تقاطع الـ C وش حصنا حصنا أنه هاي الجهة اللي هو A في B تقاطع A في C جزء مني من الـ A في B تقاطع الـ C غربة الصفحة رح نقول هذا جزء مني من الـ A تقاطع الـ B في الـ C فش راح نحصل و راح نحصل أنه الـ A في أو حاصل الضرب الـ D car T للـ B تقاطع الـ C شي ساوي للـ A حاصل الضرب الـ D car T للـ B تقاطع الـ A حاصل الضرب الـ D car T للـ C هاي بالنسبة للمين بالنسبة للجهة الأولى من المبرهنة أو بالنسبة للمين للنقطة الأولى من المبرهنة هذا برهان القسم شنوه برهان القسم أليف هسا رح نلتجي المين البرهن ننقسم باء رح إلى برهان القسم باء برهان القسم باء ش راح يصير عديه خلأ أرجع لك أنا مساحت الصبورة وين أوراقي خلأ أرجع لك المل للمنطوق المنطوق شنوه اللي عندنا طبعا هو ما نبرهنها إليك بالكتاب ما نخليها إليك واجب أنا راح إن شاء الله أبرهنها إليك عي في ب اتحاد س يساوي اي حاصل ضرب الديكارت ب اتحاد اي حاصل ضرب الديكارت س نفس القضية ما عندنا أي مشكلة نريد نثبتها يجيها جزئية منها جزئية منها يجيها أول خطوة راح نسويها نقللات انقللات اكس واي أنا أحب ال اكس واي ينتمي المن اي في ب تقاطع العفو اتحاد السي جيد ما عنده أي مشكلة إذا هذا ينتمي لهذا شنو راح نحصل بما أنه حاصل ضرب ديكارت إذن ال اكس ينتمي للمجموعة الأولى وال واي المن ينتمي ينتمي للمجموعة الثانية اللي هي شنية هاي ليش هتشي و هتشي ال واي ينتمي للمجموعة الثانية اللي هي بي اتحاد السي جيد زيد هذا ما عندنا شغلة بي ينزل و إذن راح يصير هذا عندي اتحاد من هذا عندي اتحاد يعني راح يكون عندي ال واي ينتمي للي بي أو ال واي المن ينتمي لسي وهذا تعريف الاتحاد جيد راح أدخل ال واي على الأول وعلى الثاني ادخل ال واي على الأول وعلى الثاني راح يصير عندي اكس ينتمي للاي و واي ينتمي للي بي الاو تنزل لا لا ماتحاد الاو تنزل هاي ما عندنا شغلة بي النوبة ادخل ال ا ال اكس ينتمي للاي وال واي على الثاني يعني راح يصير ال اكس ينتمي للاي واي واي ينتمي لسي تلاحظ هذا كل المقدار دخلت على اليمن دخلت على الأول ودخلت على الثاني وال واي بقت مكان ابو قد فتشي فاصل اذا نجي للنتيجة اكس ينتمي للاي واي ينتمي للبي راح نحصل ال اكس واي المن ينتمي راح نحصل اكس ينتمي ال اكس واي المن ينتمي اي في بي ال واي تنزل اكس ينتمي للاي و واي ينتمي للسي فاصل اكس واي المن ينتمي للاي في شنواء في سي اذا اكس واي ينتمي لمجموعة او اكس واي ينتمي للمجموعة إيش راح نحصل راح نحصل أنه الـ X Y تنتمي المين إلى A في B اتحاداً للمجموعتين ثاني المفروض أن تضابط اللي إحنا أخذناهن الآن X Y ينتمي إلى هاي المجموعة أو الـ X Y ينتمي إلى هاي المجموعة إذن الـ X Y ينتمي المين الاتحاداً للمجموعتين وتمت العملية الأولى أنه هذا جزء جزء منين جزئي من هذا الجزء الروح المين الروح برهن الجزء الثاني الروح نبرهن الجزء الثاني اللي إحنا ش الريد الريد أنه الريد الـ A الريد الـ A في B اتحاد الـ A في C شي ساوي لي العفو الريدها جزئي هاسب المغلوب الريد هذا جزئي A في هاصل ضربة ديكارت اتحاد C نفس القضية نفس المبرهن اللي حليناها بساعة ما بها أي مشكلة ما بها أي مشكلة نقل لات لات اكس واي ينتمي للجهة الأولى اتحاد A في C اذا اكس واي ينتمي لمجموعة أو لمجموعة ماذا راح نحصل هسا إحنا إذن راح نحصل أنه الـ x y ينتمي للـ a في بي أو الـ x y المن ينتمي للـ a في سي للاتحاد يعمل هاي المجموعة يعمل هاي المجموعة جيد إذن مناش راح نحصل راح نحصل نقلة حسب تعريف الضرب الديكارتي راح نحصل أنه الـ x هنا ينتمي للـ a و الـ y المن ينتمي للـ b أو وهنا راح نحصل x ينتمي للـ a أو و الـ y ينتمي المن للـ c حسب قوانين ضرب الديكارتي إذن مثل ما أخذنا قلنا هاي شنوه هاي كل هنطلح بشون عام المشترك و هاي كل هنطلح مثل العام المشترك راح نقل x ينتمي للـ a و تطلع كل هاي شي يبقى عندك يبقى عندك y ينتمي المن للـ b و ي أو y ينتمي للـ b هذا بقى عدي أو تنزل و y ينتمي المن ينتمي للـ c إذن إش راح يصير عندي راح يصير عندي x ينتمي للـ a و y ينتمي للـ b أو y ينتمي للـ c الـ y المن ينتمي للـ a اتحاد الـ c هذا هو تعريف الاتحاد إذن هزاش عندي أنا صار عندي y ينتمي للاتحاد أو x ينتمي للـ a إذن إش راح أحصل حسب تعريف ضرب الـ d كارت إذن x y المن ينتمي a في شنو هنا a اتحاد الـ c ومن هاي العملية شخلق شحصنا حصنا أنه هذا الجزء هو جزئ من هذا الجزء وأنه راح نحصل الجزء لـ a من يساوي جزء العيسار طبعا أنت مو يجي تحل بالامتحان حلك شوية يكون مرتابة أنا حاول أشرح لك هذا المثال بالنسبة لمن بالنسبة للنقطة با اللي هي مطيناهما كمثال واجب النقطة g مع النقطة الثالثة اللي هي يقلي ريدك تثبت أنه أنه a حاصل ضرب d car t وي b تقاطع c حاصل ضرب d car t وي d ش راح يساوي راح يساوي l a تقاطع c حاصل ضرب d car t l b تقاطع d وطبعا نفس القضية ريد تثبت الجهة الأولى جزئية من الجهة الثانية وجهة الثانية جزئية منين من الجهة الأولى خليني أساوي لها copy خاف أحتاجها بقية الصفحات copy نحتاجها زيئية القضية كلش بسيطة راح أشوفها أبسط من ذا نيج ظاهرا صعبة لكن هي جدا بسيطة جلالت x y ينتمي 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 للأي في بي تقاطع لسي في وعنصره ينتمي للتقاطع إيش راح أستنتج من عنده أستنتج أنه هذا العنصر ينتمي للمجموعة الأولى a في بي وهذا العنصر المن ينتمي ينتمي للمجموعة الثانية اللي هي c في d جيد خليني أسوي لك أقواص هي جي حتى تفرق زيئ x y ينتمي للأي في بي شنه معناها معناها أنه ال x ينتمي للأي وال y ينتمي للبي وال و تنزل هنا وال x ينتمي للس وال y ينتمي المن للدي بما أن هنا عندي و وهنا عندي و وهنا عندي و ال و ما بيها مشكلة عملية تجميعية يعني أقدر أجمع هاي منها لهنا فش راح أسوي ما راح أسوي شي بسيط راح أقل لأي x ينتمي للأي وال x أجيب هوا ال x المن ينتمي للس و أنزل ال y الوسطية ما عندي بيها مشكلة أو هاي أقل لهنا شنو ال y عندي ينتمي للبي أجيب أنا y ينتمي للبي وال y المن ينتمي على حطة تنزل للدي يعني بادلت هاي الجهة بي من بادلت بهاي الجهة فقط هذا بهذا يعني ال y بدالي ما بيها مشكلة ش راح يصير عندي هسا x ينتمي للأي و x ينتمي للس راح يصير عندي x ينتمي للأي تقاطع لس زي ال y هاي تنزل ما أنا شغلة به y ينتمي للبي و y ينتمي للدي إذن ال y ينتمي المن للبي تقاطع شنو تقاطع لدي زين عندي x ينتمي لمجموعة y ينتمي لمجموعة إذن إش راح أحصل راح احصل انه لx y زوجه مرة تيب ينتمي المن ينتمي الى حاصلة ضرب دي كارتل دني المجموعة تيلي هي المجموعة الاولى في شنوا في البي تقاطع دي المجموعة الثانية وحصلت بهاي المبرهنة انه هذا جزء جزء مني جزء من هذا جزء باول لازم تنتبه عند قضية معين قضية معين باول شن القضية هسا عندها البران هاي الجهة جزئية مني من هاي لكن خلينا انبهك على قضية معين شن اللي انبهك هذه اذا اختلفن العناصر صار عندي حاصل ضرب دي كارتل اذا اختلفن المجموعات صار عندي تقاطع يعني من اقول اكس ينتمي للأي واكس ينتمي للبي ش راح احصل انه لأكس ينتمي للأي تقاطع لبي نفس العنصر هذا اكس هذا اكس لكن خل اقل لك اكس ينتمي للأي واي ينتمي للبي شوف اختلفن العناصر واختلفن كذلك المجموعات اش راح احصل راح احصل انه اكس واي ينتمي المن لحصل الضرب الدي كارتل هاي تنتبهي اذا العنصرين نفس العنصر فهو تقاطع اذا العنصرين مختلفات ينتمي اش راح يصير عندي راح سيندي حاصل ضرب دي كارتل هاي فد شي شي فد شغلة في الملاحظة يعني في الملاحظة للتذكير هاي ملاحظة حلية مو ملاحظة يعني ملاحظة ساعدك شلون تحل هاي اللي استنسختها يلا ما هذكالش كافة علينا هسش نجي نجي ناخد عنصر من هاي جهة ناخد عنصر من هاي جهة وانتبته ينتمي المن كذلك ما عدنا اي مشكلة يعني اصلا الحال راح يصير تريذيال تافح جدا تافح تكرمون يعني فاش راح يصير عندي هنا اكس واي راح نقول ينتمي المن للأي سي في بي دي عنصر وينتمي الى حاصل ضرب دي كارتل ايش راح نحصل من عنده كل شو عفت قلت لك انا الاكس ينتمي للمجموعة الاولى اي تقاطع السي والواي المن ينتمي للمجموعة الثانية اللي هي بي تقاطع دي عنصر وينتمي للتقاطع ايش راح افتهم من عنده هذا العنصر من ينتمي للتقاطع ايش راح يسوي لي خلقنا للمجموعة الثاني اي فراح يصير عندي اكس ينتمي للأي والاكس المن ينتمي للسي هذا ما نشغلنا كله نوى اذا كله نوى ابدالي ما عندي اي مشكلة وهنا عندي ينتمي للبي والواي ينتمي المن للدي هم كذلك حس القضية إبدالية ما عندي بها أي مشكلة إبدالية فاش راح يصير عندي X ينتمي لل-A ونقدر نجيب ال-Y و-Y ينتمي المن لل-B وال-Y هنا تنزل أصلي ما أنه علاقة بيها وال-X ينتمي لل-C وال-Y ينتمي المن لدي كل شيء ما سوى ذن اللي بدلتهم الساعة رجعتهم للأصل فاش راح يصير عندي هنا X هنا Y راح يصير عندي X Y المن ينتمي ينتمي أصل ضرب ديكار تي أنصرين مختلفات في B وهنا راح يصير عندك X Y راح المن ينتمي ينتمي لل-C في D وراح هنا صير هنا عندي ينتمي عنصر وهنا عندي ينتمي العنصر نفس المجموع العنصر ينتمي هنا إذن إيش راح الحصل لل-X Y المن ينتمي ينتمي لل-A في B تقاطع L C في D وأخذت عنصر هالسانة من هاي الجهة أخذت عنصر منين من هاي الجهة ثبتت إلى من ينتمي ينتمي لهاي الجهة إذن صارت هاي الجهة جزئية من هاي الجهة وأنت ترتبها عندك بعض من الورقة أنه هاي الجهة جزئية من جهة الأولى جزئية من الجهة الثانية والجهة الثانية جزئية من الجهة الأولى إيش صار عندي صار عندي إذن الجزءان متساويان وانتهتها المبرهنة مبرهنة جدا مهمة وإن شاء الله نلتقوا ياكم الدرس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته